الكنز في الزنزانة أو أن السجون تمطر ذهبا في صنعاء ومناطق السيطرة الحوثية فقد كشف تحقيق صحفي على موقع مصدر أولاين عن سوق مزدهرة في ظلام الأقبية وخلف جدران السجون وتزدهر هذه السوق الحوثية داخل السجون وخارجها عبر شبكة واسعة ومنظمة تمارس الاتجار بحق المختطفين وتتخذ من وضعهم الإنساني مصدر إثراء مالي بالابتزاز والنصب والاحتيال وصرف الوعود الكاذبة وتتمثل بضاعة اقتصاد السجون بتجارة الوعود إلى جانب بضاعة دفع الفدية مقابل وعد الحرية وفاتورة وعد تهريب المختطف وإجبار معتقلين على التنازل عن ممتلكات عقارية وعينية مقابل وعود الإفراج والاعتياش على معاناتهم وقلق ذويهم كما تستثمر الميليشيا في كل ما يحتاجه المختطفون الزبائن من متطلبات غذاء وقاتل واتصالات وغيرها وهي تبيعها بأسعار سياحية وفق تسعير فنادق خمسة نجوم مع رسوم مالية على خدمة السماح للسجين بحرية طلب الحاجة وخدمة إيصالها ولا تتعامل ميليشيا السجون بغير نظام الدفع المسبق لكنها تقدم خدمات فريدة بسعر الماركة الأصلية كخدمة تخفيف العذاب وحمام أفضل وخدمة الاتصال بجوال المشرف الحوثي وهو مسموح لغرض طلب المختطف حوالة مالية من عائلته فقط لا غير لا شيء بدون مقابل في سجون الميليشيات وعادة ما يظهر المشرفون الحوثيون أنفسهم بوجه المنقذ المخلص للمختطفين من العذاب لاستدرار أموالهم مقابل وعود كاذبة بالخلاص